بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم ألف ألف عافية جميعا إن شاء الله اليوم رح نبلس بشابتر 8 يلي بيحكي عن البلازما مبرين الغشاء البلازمي طيب الغشاء البلازمي كلنا نعرف أنه إشي أساسي بجميع الخلايا سواء كانت animal cell أو plant cell سواء كانت prokaryotic أو سواء كانت eokaryotic موجود أو إذا تذكرنا حكينا من أهم الأشياء أو من الأشياء الأساسية التي موجودة في كل الخلايا لبلازما مبرين طيب الأشي الأهم من البلازما مبرين الأشي يسمى سلم مبرين الغشاء للخلية بشكل عام هل أشهر واحد أو عرفوا تركيبه وقدروا أن يمل على التجارب اسمه بلازما مبرين طيب فحيكون حكينا كل هذا الشابتر عن بلازما مبرين مكوناته وظيفته كثير أشياء طيب أول شي نعرف شو هو البلازما مبرين بحكينا هو عبارة عن the outer boundary that's surrounded أو encloses all the cells هو عبارة عن المحيط أو الغشاء أو أنه المنطقة المحيطة بالخلية المنطقة بتكون خارجية يعني هيا لنا الخلية outer boundary أو الإشي المحيط فيها اسمه بلازما مبرين بغض النظر عن نوع الخلية بما أنه محيط في الخلية إيش رح تكون وظيفته يا ترى وظيفته الرئيسية أو العامة بنحكيها بشكل عام اللي هي عبارة عن control أو regulate movement or transport of substances into or out of the cell بنظم بنظم دخول وخروج المواد من الخلية أو إلى الخلية طيب حكينا إنه البلازما مبرين وظيفته الرئيسية بنظم regulation the movement of substances سواء كانت من أو من الخلية لخرج أو بالعكس طيب إحدى خصاص البلازما مبرين اللي لازم نعرفها اللي هي selective permeable إيش يعني selective permeable هلأ إيش يعني selective permeable إنه هلأ البلازما مبرين وظيفة الرئيسية أوكي بدخله وإخراج المواد لكن بشكل محدود يعني مشكلة المواد تدخل على الخلية ونفس الوقت مشكلة المواد تقدر تطلع من الخلية طبعا يعني لو حكينا إنه هلأ يعني permeable لحال يعني it's permeable يعني هو عبارة عن نفاث وبالتالي كل المواد رح تدخل على الخلية هذا الإشي غلط مش من خصاص بلازما مبرين لو حكينا إنه impermeable بيكون يعني ما في إشي ما في إكتشينجينج مع الواثر المحيط ما في إشي بدخله وبيطلع من الخلية فالإشي المهم في الcell membrane أو البلازما انه selective permeable طيب بحكي لنا إنه في عدة عوامل في عدة تجارب أو نظريات أو يعني نماذج عدة طريحت حتى تفسر لنا إنه structure and function of plasma membrane هلأ كل هم في شلوم ما عاد في عنا نظرية هاي النظري المست أكسبتبل أكتر واحدة مقبولة لأنها فسرت التركيب والوظيفة الغشال البلازمي بشكل typical بغض النظر عن نوع الخلية تمام إيش اسمها اسمها كتير مهم اسمها هذا fluid mosaic model يعني إنه النظرية أو النموذج المائع الفوسي فسائي الستيبكال موذل يعني هي نموذج إشماله شامل يعني perfect model هو الإشي يعني الأكتر واحد مقبول بين العلماء إنه هم اللي اعتمدوا اسمها the fluid mosaic model proposed by العلماء اللي طرحوه اسمه singer و nickelson 1772 طيب وفقا لهذا النموذج اللي هو the fluid mosaic model في عنا المكونات الغشاء اللي بلازمي ومعبارة عن أربع مكونات أول شي بتكون من phospholibates وبتكون من protein بتكون من sugar وبتكون من cholesterol هلا إنه بتكون من إيش من sugar carbohydrates بتكون من lipids سواء كانوا phospholibates أو cholesterol وبتكون من protein هيا هيا لدينا protein وهيا phospholibates cholesterol والcarbohydrates الغشاء هلا هنبلش فيهم واحد واحد أول مكونات البلازمي هو عبارة عن phospholibates نتذكر بالشابتر 7 وحكينا عن phospholibates حكينا عنها amphipathic ما يعني amphipathic أو ambivalent إنه لدينا جهتين إلها واحد بيكون hydrophobic الhydrophobic اللي هي بتكون الذيول والهم التالز والhydrophobic اللي هي عبارة عن الرؤوس هذا الاشي الhydrophobic من نفس الوقت ايش بيعملي بيعملنا انه phospholibates act as a pylayer بتتكون لي ايش 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 اسمه pylayer من نفس الوقت نتذكر عندما قلنا عن الفاتس قلنا انه الفاتس نوعين صحينا واحد saturated تقريبا هون نفس الشيء بس فيه اشياء مميزة للتائب اول نوع saturated معناتها مشبع مشبع يعني ما فيه هاي اول الحال الفيزيي بتكون الاشياء المميز انه ما يعني ما بيكون هلا اذا كانت اه روابط احادية في الفوسفوليبيت بيكون الفوسفوليبيت straight الذيل تبعوه ما بيكون فيه تطعيجات او انهناءات بيكون مستقيم هلا يعني لما يكون مستقيم بنسميه saturated طيب هلا هذا انه الذيل مستقيم لما نتخيل انه فيه عدة فوسفوليبيت جنب بعض راح يساعد على تقارب المادة ولا تباعدها اكيد تقارب المادة لانه ما فيه اشي يعني بيكون مع بعض فبالتالي لما يكون فيه انها فوسفوليبيت ثاني هايو بتكون جزائيات المادة متقاربة من بعض الحال الفيزيائي اللي بتكون فيها جزائيات المادة متقاربة من بعض ايش بيكون اسمها بتكون اذا الكنكس معنات انهناءات في في التيلز كيف بنمثلها straight lines بالنسبة للتيلز تمام هيك بيكون شكلهم تمام هاي بالنسبة للساتوريتد المشبعة طيب بالنسبة للان ساتوريتد فوسفوليبيت الفوسفوليبيت اللي مش مشبعة كيف بيكون فيها اول شي بتكون فيها تصيداب البونت بيكون فيها كينكس بيكون الحالة liquid يعني لما يكون الرابطة الثنائية هاي الرابطة الثنائية بتساعد على انه الذيول اللي يكون فيها انحناءات هذا الاشي بيساعد انه بتباعد جزائيات المادة عن بعض بسبب وجود الكنكس في الذيول وبالتالي رح يطلع عندنا ياش ما في تقارب بالمادة وبالتالي الحالة الفيزيائية اللي بتكون فيها جزائيات المادة المتباعدة هي عبارة عن liquid تمام اوكي هاي اول مكون فوسفوليبيت خلصت منه ثاني مكون هو عبارة عن البروتين البروتين بشكل عام نحكي لهم بروتينات بس البروتينات الموجودة او من المكونات البلازمان برين نحكي لهم من برين بروتينات الغشاء اللي بلازم هيك بالعربي هلا هدول البروتين بحكي لنا انهم الممبرين like mosaic نتذكر شوي نرجع بس دقيقتان احنا شو حكينا اسم المودل حكينا انه the fluid mosaic model من وين اجرت اسمية الموزايك من هاي الشغل من الممبرين بروتينات تابعون الغشاء البلازمي ايش بكونوا بكونوا مغمورين بالغشاء البلازمي الممبدد يعني مغمورين في الغشاء البلازمي تمام هلا الممبرين بروتينات اللي هم نوعين سواء اول نوع اسمه integral والتاني peripheral هلا peripheral يعني على السطح بتكون موجودة او surface اما integral بتكونوا بتخترق للغشاء البلازمي بحيث انه بتظهر منها الجزء العالي يعني من الاعلى ومن الاسفل بتظهر الرؤوس بينما بتكونوا اصلا هي مخترق الغشاء البلازمي تمام هلا مثال هلا حكينا ال peripheral هيوتها على السطح ممبين منها غير بس يعني هي اصلا موجودة على السطح تمام هؤلاء peripheral proteins طبعوا البلازمي بينما نطلع على ال integral طلعوا هون داخل جوة الغشاء البلازمي نفسه مخترقة الفوسفو مخترقة جميع مكونات البلازمي و ايش اللي ظاهر منها بس ظاهر منها الاطراف تمام اوكي نفسه هنوار الرؤى النقل حسنا ماهي مخترافة هو اول وحدة هذه هي عبارة عن نقل المواد طبعا نقل المواد في عنا يعني شكلين النقل أول شيئا إما بيكون عن طريق الشنل عن طريق القنوات هلا أو عن طريق الكارير إيش الفرق بيناتهم أو الفرق الرئيسي بينهم إنه بالشنل بتكون القنوات دائما مفتوحة فدائما بيكون فيه اكتشنز مع الوطن من وسط المحيط بينما بالكارير بتكون يعني هي عبارة عن نفسها قناة بس بتفتح وبتسكن مش دائما مفتوحة زي الشنل تمام هاي ترانسبورد ثالي شغل بتدخل في الأنزيم ثالث شغلة مثل عليها الانتغرين طيب بالشابتر سوف نحكينا لما يكون في عنا هاي الخلية في عنا الساتوسكلتون جوه الخلية في عنا الـ ECM نتذكر لما أجد إشارة للـ ECM مين اللي وصل الـ ECM مع الساتوسكلتون ماذا اسمه؟ انتغرين حكينا عنه أنه بروتين موجود بالغشاء البلازمي ماذا وظيفته؟ وظيفته إنه الإشارة اللي وصلت للخلية سواء كان الفرازرمون أو دفاع أو أي أي شي إيش يعمل؟ يوصلها أو ينقلها لميد من الـ ECM ينقلها لداخل داخل الخلية للـ Cytosكلتون أوكي؟ يعني هو ترجم أو وصل السيجنال أو الإشارة اللي جاي من بر الخلية لداخلها عن طريق الانتغرين وشغلة الثانية إنه ربط الـ Cytosكلتون مع الـ ECM شو هو الإنتغرين أو إنه هو أحد أنواع الميبراين بروتين كمان من أحد وظائفه إنه intercellular joining يعني بربط الخلايا مع بعض هي نفسها تقريبا junctions إذا بنتذكرهم بـ Chapter 7 إنه هي بتربط الخلايا من بعض هاي من أحدى وظائف الميبراين بروتين بالنسبة لوظائفهم أوكي؟ طيب الثالث مكون من مكونات البلازما ميبراين هي عبارة عن الكربوهايدرات أو الشغر هسا هاي الشغرز ون موجودة بتكون على متصلة مع الغشاء الخارجي للبلازما ميبراين طيب الكربوهايدرات حكينا أو الشغرز متصلة مع يعني مع الغشاء الخارجي للغشاء الخارجي للغشاء البلازما الفانكشن تابعون الشغرز أول شغلة في عندك Part of ACM طيب إيش هي جزء من الـ ACM نتذكر الـ ACM إيش وظائفها وظائفها أول شيء Cell Recognition فبالتالي الجزء من الـ ACM مثل مثلا الشغرز راح تكون رضيفتها نفس الشيء فراح تكون Cell Recognition كمان بتكون Cell Markers إيش يعني Cell Markers يعني مميزات الخلية يعني مثلا خلايا الدم البيضاء لما تيجي خلية غير أو إنه بتكون يعني مش مش يعني خلية ضارة مثلا كيف بتميزها عن طريق الشغرز اللي موجودين على الغشاء البلازمي عن طريق الـ ACM اللي من أجزاءها اللي هم عبارة عن شغرز تابعون الغشاء البلازمي طيب هسا في عندنا في نوعين من المنبرين شغرز نوعين من السكريات اللي موجودة بالغشاء البلازمي أول نوع اسمه Glycoprotein وتاني نوع اسمه Glycolibit طيب على أي اساس سمه Glycoprotein أو على أي اساس سمه Glycolibit إذا كانت السكريات اللي موجودة بالغشاء البلازمي أتاجتوا بالمبرين بروتين إذا كانت متصلة مع البروتينات طبعون الغشاء البلازمي شو بيكون اسمها Glycoprotein Glycoprotein أحد مكونات مين؟ أحد مكونات الـ ACM أو هي مكون الأساسي للـ ACM Glycolibit إذا كانت السكريات أتاجتوا بالمبرين بروتين إذا كانت متصلة مع الليبت سواء كانت فوسفوليبت أو سواء كانت الكوليسترول منسميها Glycolibit نشوف بالرسمة هون هاي شايفين سلسلة من الـ sugars أو كربوهيدرات مرتبطة مع مين؟ مع الـ peripheral protein مع البروتينات طبعون نشاء البلازمي محيطية إيش سميناها؟ سميناها Glycoprotein بينما هاي هون سلسلة الكربوهيدرات أو sugars مرتبطة مع الفوسفوليبت إيش سميناها Glycolibit هذا بالنسبة للمبرين sugars رابع نوع أو رابع مكون اسمه الكوليسترول هلا الكوليسترول أحد نوع تمام؟ احنا حكينا انه الكوليسترول هو الموجود في الـ شغلة ثانية لو نتذكر لما حكينا بالـ بشكل مخصص حكينا أحد الـ انه بتساعد في تكوين بلازمي مبرين ايش هي وظيفة الكوليسترول بالنسبة للـ اللي هي عبارة عن مينتين مبرين كيف يعني بتحافظ على ميوعة المبرين؟ هلا الفلووديتي دي ما لاتها ميوعة هلا موضوع كامل عن الفلووديتي للـ بس انه الكوليسترول بيحافظ على انه البلازمي مبرين ما يكون كتير سائل ولا يكون كتير صلب يعني كحالة وسطية بينهم بيكون مائع مين المسؤول عنه او من احد الاشياء المسؤولة عنه اللي هو عبارة عن الكوليسترول المبرين بروبراتيز في عندنا الغشاء اللي بلازم إله خاصيتين اساسيات لازم نعرفهم نعرف ايش الاشياء اللي بتساعد في تكوينهم اول واحد الفلوودي لو منا يعني نقربها مثلا نحكي انه زي ايش مثلا في حياتنا العملية طبيعته او كقوام طبيعته او الحال الفيزيائيه زي مين زي زيت الزيتون لا هو كتير سائل ولا هو عبارة عن صلب زي مثلا انه الزبدة او اشي تاني بس بيكون فلوويد طيب الثاني خاصية سايدد يعني اسي متريكل غير متناظر هلا هاي راح نشرحها خلينا نبلش اول شي بالاتسي فلوويد ايش المسؤول عن الفلووديتي كوليسترول حكينا غير عن الكوليسترول في عندنا الحركه هاي الحركه برضه بتحافظ على الفلووديتي تابعت البلازمة طيب اسأل حالي سؤال مين بتحرك اسرع او اسهل الفوسفوليبيتس ولا البروتينس طيب طبعا راح اجاوب مين الفوسفوليبيتس ليش لانه الفوسفوليبيتس اصغر من البروتينس اصغر منها اقل فبالتالي راح تكون حركه تابعتها اسهل لانه الخفيف او الصغير بتكون حركه اسهل من الضغير واسرع كمان بس ما نقدر نلغي دور البروتينس الها دور البروتينس بالموفمنت الها دور بالفلووديتي بس بتكون ايش ملا اقل بالنسبة من فسفوليبيتس تمام بما ان راح نسلط الضو tour على الفسفوليبيتس لانه adviser بتتحرك اكثر واسهل عندنا نوعين حركه الفسفوليبتس عندنا نوعين من حركه الفسفوليبتس النوع الاول اسمه فلب بالولة والثاني اسمه سايدواي من 50 كيف يعني هؤلاء النوعين اول نوع الفلبفلوب هو عبارتان حركه استعرضه شو يعني حركه استعرضه يعني واحده تتحرك الفسفوليبتس up to down يعني بيكون في عندنا فس فوليبتز في الأعلى في عندنا فس فوليبتز في الأعلى هاي فس فوليبتز في الأعلى وهاي فس فوليبتز في الأعلى واحد بنزل والثاني بيطلع هاي اسمها flip flop يعني up to down بينما هاي الحالة rare نادرة ما بتحدث غير مرة كل شهر أو مرة كل فترة زمنية طويلة بينما نروح على النوع الثاني اللي هو عبارة عن side way movement أو lateral هاي بيكون فيه إنه side side to side يعني left to right يعني يمين شمال يعني هاي فس فوليبتز وهاي فس فوليبتز هاي فس فوليبتز يعني واحد بيجي هون والعكس بيجي الright يعني مش إنه up to down up to down اسمها flip flop بينما إنه sided أو اللي هي اللاتيرال بتكون يعني على الحركة الجانبية هلا الحركة الجانبية لازم نحكي عنها frequent متكررة شغلة ثانية إنها بتكون right to left هاي الفوس فوليبتز movements حركة الفوس فوليبتز طيب هلا فيه عندنا عدة حوامل حكينا بتأثر على تبعت البلازم امبرين بغض النظر عن موفينت أو فوس فوليبتز عن بروتيز فيه عندنا أول شيء temperature هلا العوامل يلي حكيناهم منه الكوليسترول أو الموفينت للفوس فوليبتز والبروتينز هي عوامل كانت جوه الغشاء البلازمي نفسه يعني أحد مكونات الغشاء البلازمي نفسه كانت بتأثر على طب الوسط المحيط إلو دور ولا لا طبعا إلو دور هلا أول عامل بحكي لك temperature درجة الحرارة بالنسبة لدرجة الحرارة إذا كانت درجة الحرارة moderate أو هي عبارة عن معتدلة راح تكون البلازمي نفسه حالته fluid يعني هو هيك طبيعته بالhigh temperature درجة حرارة عالية إحنا بنعرف درجة حرارة عالية إيش بتسوي فيه جزئيات المادة بتزيد منطقة تتباعد لما تتباعد جزئيات المادة إيش راح تكون الحالة liquid تمام تمام يعني بيكون في high temperature liquid high fluidity يعني بتزيد الميوعة بتزيد المزوجة تباعد البلازمي أمبرين لحتى يصير سهل طبعا الحالة الثانية إذا قلت درجة الحرارة إذا قلت low temperature إيش بيصير راح جزئيات المادة تقل طاقتها الحركية بنفس الوقت راح تتقارب من بعض وبتالي راح تكون في عنا solid تمام تمام بس في عنا عوامل أخرى بتحافظ انه هاي ما يصير liquid ولا يصير solid إذا الحرارة لها دور الوسط المحيط تاني شغلة اللي هو عبارة الكوليسترول كما ذكرنا انه الكوليسترول وضيفته maintain low temperature حتى لو كان في عندك high temperature أو low temperature شو يعني يعني بالنسبة للhigh temperature لما تكون درجة حرارة عالية ايش بيكون دور الكوليسترول اللي حكينا الجزاء المادة راح تتسارع يعني بتزيط طاقتها الحركيه في عنا ايش اسمه الكوليسترول هذا الكوليسترول بيمنع انها تتسارع prevent movement بيمنع الحركي تبعيتها وبالتالي بيضل الحال الفيزييه plasma membrane نفس الشي العكس انه اذا كانت ايش حرارة الاقل حكينا لما تقدر الحرارة راح تتقارب من بعض اللي بيمنع تقاربها كتير حتى تصير solid اسمه الكوليسترول وبالتالي prevent backing of phospholivates تقاربها بيمنعها عشان يضل ب plasma membrane fluid في كمان شغلة الكوليسترول بيسمو fluidity buffer شو يعني fluidity buffer يعني الاشي اللي بيحافظ على fluidity هذا مسمى اليه ثالث شغلة بتتاعد او إيلا هدور في fluidity تبعه البلازم اللي هي عباره عن proportion of unsaturated phospholivates implant cell يعني نسبة وجود phospholivates اللي مش مشبعه في الخلايا النباتية كيف يعني بيحكي لنا انه مثلا في low temperatures في درجة حراره الاقل في شغلة عنا بتصير انه النباتات بتصير تزيد من unsaturated phospholivates يعني جزيئات الماده رح تتقارب من بعض لما تتقارب من بعض رح تصير solid صح؟ صح في عنا اشي انه بتصير phospholivates نفسها فيها فيها انحناءات في في الفوسفولوبيتز وبالتالي رح تمنع التقارب الكثير وبالتالي ايش رح تصير يعني زادت unsaturated phospholivates زادت الكينكس وبالتالي ايش صار؟ ظل يعني ضل زي ما هو حافظ على الفلويدتي مثال عليها هاي انه من البلانس الموجودة ب او فيها يعني هاي الشغلة اللي هي عبارة عن winter wheat winter wheat قمح الشتاء لقوا بعمل نفس الشي انه بس تقل درجة الحرارة بزيد عنده unsaturated phospholivates وبالتالي ما بصير في عنا كتير solid هذا النبات طيب ثاني شغلة او يعني حكسها انه ازادت درجة حرارة زادت درجة حرارة رح تقل unsaturated صح؟ يعني رح تقل الكينكس وبالتالي رح تقار جزئات المادة تتباعد بس مش بلدرجة انه اللي خاصية انه المبراين is asymmetric outside ايش يعني يعني انه بكون في عنا الطبقتين هدول الطبقتين او انه هم المكونات نفسهم للبلازم المبراين فيها two sides يعني في عنا مثلا بالبروتينز في عنا واحدة برفرال واحدة بتكون integral مثلا بالفوس في عنا saturated يعني مش كل البلازم المبراين نفس التركيب يعني مش كل المكونات ومثلا البروتينز مش كلهم نفس التركيب لا تختلف انه two layers are distinct and functional بختلفين بحيث التركيب ومن حيث الوظيفة مثلا نسبة ال unsaturated ونسبة ال unsaturated بتختلف من طبقة لطبقة مثلا انه زي ما حكينا البروتينيات واحدة بتوجد على السطح واحدة بتوجد فيه بتخترق الغشاء البلازمي وبالتالي هذا انه الساعدة هدول بالنسبة لخصائص المبراين خلصتنا من خصائص ومكونات البلازم المبراين ثالث شي بنا نحكي به لهذا الشابتر انه وظائف المبراين ليش في عندنا في الدنيا يش اسمه بلازم المبراين اول شي في النقل ترانسبورت ده النقل هلا احنا حكينا نترانسبورت عن طريق دين اما عن طريق الفوسفوليبيتز اما عن طريق البروتينز خلينا نبالي بالفوسفوليبيتز هل كل المواد تدخل عن طريق الفوسفوليبيتز كورس لا اطلق لا ليش لانه في عندي مثلا جزيات كبيرة بتكتر تم REMồi عن طريق الفوسفوليبيتز غير هيك احنا كلنا بنعرف انه طبيعت الفوسفوليبيتز اشمالها انه عباره عن هيدروفوبك فبالتالي من المواد انه اذا كانت فيه كمان شغلة انه لازم تكون جدايات المادية اللي راح تدخل صغيرة لانه الفوسفولوبيتس او انه ممرات تابعون الفوسفولوبيتس ما بيستحملوا او ما بقدروا انهم بداخلوا جدايات كبيرة على الخلية اول شيء سمول هيدروفوبيك منشوف سمول تدخل هيدروفوبيك تمام تتماشى هذا راح تدخل معها تتماشى مع طبيعة الفوسفولوبيتس وبالتالي راح تدخل بسرعة يعني فيش فيها اي معيق لانه نفس البلازمامبيرين يعني نفس الفوسفولوبيتس يعني نفس الطبيعة ففيش انه معيق بيناتهم بفتدخل بسرعة مثال O2 والCO2 الاكسجين والاش والCO2 في شغلة انه هل بقدر اعتبر انه CO2 او O2 سوليوت موليكولز جزيات مذابة اكيد لا ليش لانه اكيد نعم عفوا ليش لانه ممعبار عن مذابات في الهواء تمام تمام هاي اول شغلة تاني شغلة انه في عندك السمول هيدروفوبيك طب السمول قلنا تمام تدخل هيدروفوبيك عكس طبيعة الفوسفولوبيتس عكسه مش معنى انها مراح تفوت راح نشوف الاساس انها راح تفوت او لا هلا ممكن الهيدروفوبيكفرب couldn't charge وممكن يكون on charge مشحونيين Representative يعني زي مثلا اليونات مثلا ايونات مثلا insects wait Qajihin مثلاyr ممكن يكون اتنين ممكن هات بس يعني جزينات نoir بس انهم مش مش مشحوني BPA يلي رح يفوت الانشارد بASH لانه بس طب نعود يكون عندي شوحنا هيكون عندك معيقات كثير عن فان doch بفوت لكن humid utan doch هل بتفوت بنفس سرعة الهيدروفوبك اكيد لا بتفوت بسرعة ايه شمالها اقل تمام هي كان باس بات سلولي ابطاء من الهيدروفوبك لانه في يعني في انه عنا نتصورها كانه فوسفولوبيتش شمالها هيدروفوبك بده تدخل اشي غير عن طبيعتها فحتكون النقل بيكون ابطاء مثال عليها المي الايثانول وسكر الجلوكوس اوكي هلا سمول هيدروفيلك تشارج حكينا عنهم الايونات هدول بالمرة ما بيقدر يفوتوا ما بيقدر يفوتوا بالمرة بسب وجود الشحنة طيب هلا اخر شي لارج موليكول الجزيئات الكبيرة ممكن تفوت كانت باس ما بتقدر تفوت لانه حجمها الكتير كبير بمنع انها تفوت للبلازما للجوال الخلية هاي اول نقل عن طريق مين عن طريق الفوسفوليبس تاني تاني نوع من الترانسبورت بنسبه للبلازما امبرين اسمه عن طريق البروتين طيب هلا شو اضيفته used to transport substances بنقل المواد اللي ما بتقدر اتمور عن طريق الفوسفوليبس طيب هلا الترانسبورت بنشكل عام نقل سواء كان عن طريق الفوسفوليبس او عن طريق البروتين في البلازما امبرين الى نوعين يا اما بيكون باسف يا اما بيكون اكتف اكتف نقل نشط الفرق الرئيسي بيناتهم انه الاكتف ترانسبورت او انه النقل النشط يكون فيه استهلاك للطاقة consuming ATP molecules بيستهلك الطاقة بالنقل بينما الباسف ما بيحتاج لا ما بيستهلك الطاقة في النقل خلينا نبلج اول واحد اللي هو عبارة عن الباسف ترانسبورت الباسف ترانسبورت ركزوا معي هون كتير مهم الباسف ترانسبورت اللي هو هو عبارة عن نقل المواد المواد بدون استهلاك للطاقة تمام من من الاعلى تركيز للاقل تركيز هذا معناه ال down concentration ingredient من الوسط اللي فيه اعلى تركيز للوسط اللي فيه اقل تركيز اوكي اوكي طيب هلا في عنا ثلاث امثلة على الباسف ترانسبورت اول نوع simple diffusion او diffusion only الانتشار البسيط التاني اللي هو عبارة اسموزيز خاصية اسموزية والتالتي اللي هو عبارة فاسيليتي ترانسبورت او الانتشار المسهل حنبلش فيهم واحدة واحدة فيه اشي هون قبل ما نبلش فيهم واحدة واحدة فيه اشي هون كتير انه هلا بين السؤال كيف رح اتميت انه مثلا رح يكون simple diffusion او مثلا هذا السؤال رح يكون اسموزيز لازم تنتبه بالترى او تنتبهي للتعريف انه هو يعني ناسب العملية هاي لامين لجزيئات السوليوت او السولفن نسينا نحكي انه هلا السوليوتين المحلول اللي بالدنيا اي محلول بالدنيا بتكون من شغلتين يا اما بتكون من السوليوت والسولفنت يا اما بتكون من الشغلتين اللي هي السوليوت اللي هي المذاب والسولفنت اللي هي عبارة عن المذيب فقبل ما نبلش انه بالنسبة لامين لازم نعرف انه السوليوتين بتكون من شغلتين تمام سوليوت مذيب ومذاب هسه لازم ننتبه انه احنا لازم ننتبه بالتعريف لامين نسب هاي العملية للسوليوت موليكيولز لجزيئات المذابه او لجزيئات السولفنت المذيب عشان نميز هذا كتير مهم طيب هو اول شيء اللي هي سيمبل ديفيوجن هايوه انتشار البصل هي عبارة عن الموفمت اف سوليوت موليكيولز دام كونسنتريشن جريديانت وذاوت كونسيومنج انيرجي ثرو فوسفوليبيتز شو معناها هي عبارة عن حركة جزيئات المادة المذابه عن طريق الفوسفوليبيتز ترانسبورت عن طريق الفوسفوليبيتز بدون استهلاك الطاقة برضو دام كونسنتريشن جريديانت يعني من التركيز الاعلى للتركيز الاقل مثلا املاح هي مادة المذابه في محلول ما تنتقل من الاعلى للأقل هذا يش بنسميها سيمبل ديفيوجن تمام تمام الجزيئات اللي بتتحرك جزيئات المادة المذابه وليست المذيبه بالنسبة لسيمبل ديفيوجن معطينا امثلة عموات تنتقل بهالي العملية الاوتو والسي اوتو الاوسموزز الخاصية الاوسموزية هلا الاوسموزز اول شيء هي عبارة عن الاوسموزز فيها فرق عن السيمبل ديفيوجن انه لمين نسبها لجزيئات المادة المذيبة لا السولفنت موليكيوز هلا اشهر مذيب عنا في الدنيا اللي هو المي فبالتعريف هو حاكي يعني السولفنت موليكيوز حاكي ميه انه حاكي انه بالتعريف انه الميه هلا هي عبارة عن الموفمينت اف اتش تو او او السولفنت موليكيوز نوقف هون ننسلي هون هي عبارة فش فيها فرق فيها انه جزيئات المادة المذيبة وليست المذابة اللي بتتحرك بالاسموزز هي عبارة انتقال جزيئات المادة المذيبة مثلا المي من الاقل من الاعلى لالاقل تمام تمام حسا الاشي اللي بيميز الاسموزز عن السيمبل ديفيوجن انه في تعريف ثاني بالنسبة للاسموزز بس يعني جبنا سيرة السيمبل ديفيوجن كيف هي عبارة عن انتقال جزيئات المادة انتقال الجزيئات المادة السوليوت موليكيوز اللي المادة المذابة او كونسنتريشين جريديونت ايش يعني ايش يعني انه بقدر اعرفها بالنسبة للسيمبل ديفيوجن كيف بحكي لك انه الموفمينت للسوليوت موليكيوز سيمبل ديفيوجن ديفيوجن يعني عكس السيمبل ديفيوجن هيا عبارة عن انتقال جزيئات المادة المذابة لايش الوسط الاعلى بدون استهلاك الطاقة في كمان شغل بالنسبة للاسموزيس لازم نميزها انه لازم يكون في عنا سيلكتيجير برميه لازم يكون في عنا غشاء شبه منفذ ايش يعني غشاء شبه منفذ ايش يعني غشاء شبه منفذ او شو وضيفته بعيق وبيخفف من الانتشار البسيط وبيزيد من حركة الصولفنت وبيزيد من عملية الأسموسيس ليش؟ لأنه هناك عندي حركتين متضادات حركة الصولفنت وحركة السوليوت إذا كان إذا تحركت حركة السوليوت بنسميها سيمبل ديفيوجن إذا تحركت صولفنت موليكيول إذا تحركت جزئيات المادة المذابة يعني الماء المذيب عفوا المي ايش بيكون اسمها اسموزيس هلا وما تنتعي فعليا بحصله بس في عنا هذا السلكتف برميابل انه بيزيد من واحدة بيقلل من الثاني بيزيد من الاسموزيس بيزيد من حركة جزيات الماء بيقلل من الحركة الهنسيال او السوليوت موليكيولز جزيات المادة المذابة تمام تمام هلا في شغلة بالنسبة للسلكتف برميابل في عنا اه اذا انتم لاحظين انه سلكتف او سيمي ايش الفرق بينهم اذا كان الغشاء هيا مش هالفرق العظيم بس انه كاتفينه السلكتف برميابل بيكون حي الغشاء اللي بلازمي نفسه والسيمي بيكون غير حي بس هو يعني تعبيرين صحيحات عن انه على الغشاء اللي بلازمي الشبه المنفذ طيب نحكي عن الاسموز مثلا لو انا في عندي اه اه تقريبا او انه يعني في عنا اه وسط طيب فاصل بيناتهم غشاء شبه منفذ متل اه منفذ مش ما انتم شايفين بالنسبة للنبوب ايه او يعني الوسط ايه حطينا في عشرة اي ناسي ال عشرة من سوليوت موليكيولز في تسعين بالمية مي تمام تمام رحنا عبي حطينا في خمسين بالمية ناسي ال وفي عندك خمسين بالمية مي تمام تمام هس اول شي بدنا نحكي المي او الاسموز من وين رح تنتقل من تنتقل المي من الاعلى للاقل مين اللي فيها اعلى مي اللي هي من ايه لبي تمام تمام فيش فيها الاسموز هلا بالنسبة للسيمبل دفيوجين دفيوجين تنتقل جزيئات الملح او اللي هي السوليوت موليكيولز من الوسط برضو الاعلى للاقل تمام يعني رح تنتقل من بي لا اين صح صح حسب مين حسب الدفيوجين لا تخربطوا هسه ايه صار في عندي حركتين صح متعاكسات طب انا مين بلاحظ اكثر اشي طبيعه لاحظ مين الاسموزز ليش لانه احنا حكينا انه هاد السليكتف بيرميابل شو وظيفته وظيفته انه بيزيد من الاسموزز بيقلل من السيمبل دفيوجين ايه عم من السيمبل دفيوجين اوكي اوكي يعني السيمبل دفيوجين بتكون بطيئه بسبب وجوب السليكتف بيرميابل تمام يعني الاشي اللي هون كتير مهم ان الركز مين اللي بتحرك ازا كانت جزايات الماده المذابه اللي بتتحرك يعني الملح او انه مثلا او اللي هو ايش بتكون اسمها بتكون اسم الاسمبل دفيوجين ازا كانت جزايات الماده المذابه يعني المي او المحلول او يعني الماده المذابه المذيبه عفوا 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 المذيبه بتكون ايش اسمها بيكون اسمها تمام اوكي متل ما حكينا بتكون من شغلتين من Solyut و Solvent تمام تبعم هلا في عنا ثلاثة انواع من Solution الموجودين في الدنيا اول واحد الي هو عبارة IZotonic IZotonic يعني متعادل ايش يعني متعادل هلا فيش اغلب قبل ما نحكي شو يعني متعادل في عنا هاي بيكون في عنا محلول و بيكون في عنا خلية هلا كيف هنميز انو مين مثلا انو كيف هنميز نوع المحلول انت في عندك الخلية نفسها في جواها محلول فانت بتقارن المحلول اللي جوا الخلية مع المحلول يلي انت حطيت الخلية فيه اول واحد اللي هو عبارة عن ايزوتونيك ايزوتونيك يعني ايش يعني متعادل هلا بيكون تركيز المادة المذابة ركزوا في هاي النقطة تركيز المادة المذابة يلي بالمحلول اللي احنا حطينا الخلية فيه يساوي تركيز المادة المذابة في الخلية نفسها يعني في عندي انا مثلا هيا المحلول فيه مثلا 20% ناسيل تما وجبت خلية فيهاalesيل ناسيل نسبتها 20% لتما هذا المحلول ما اللي حطيت فيه الخلية يعتبر محلول الى جوтовله الفلية hl Ещеtonic يعني متعادل يعني نسبه الملح هون بتصوي نسبه الملح هون نسبه المد المذابي هون يصاوي نسبة الموذابه هون. اه بحكينا اشهر مثال على الايزوتونيك هم يعرفوه العلماء اسمه نورمال سالاين هيك اسمه نورمال سالاين نورمال سالاين بتكون في نسبة الاملاح او الان اس ال بتكون تسعة بالعشرة بالمية ان اي سي ال طيب ما حكينا عن انه اش معنا هاي التسعة بالعشرة بالمية. هلا لما نيجي حكيلك انه في محلول ما تسعة بالعشرة بالمية الاسي ال هذا معناه انه او على اشهر طريقة للتعبير عن التركيز اللي هي عبارة عن بانسنتج او اللي هي نسبة تمام. تمام. طيب هلا في عندي انا تسعة بالعشرة بالمية ايش معناها الاسي ال يعني كل ميت مليمتر من هذا المحلول في تسعة عشر الاسي ال كل ميت مليمتر من هذا المحلول موجود في فيهم 19 ايش الاسيل اوكي 10 جرامات من الاسيل الاسيل اوكي تاني نوع اللي هو عباره عن الهايبوتونيك هابوتونيك سوليوشن بيكون تركيز السوليوت يلي موجود فيه الخلية اقل من الموجود فيه الخلية اقل من الموجود جوه الخلية نفسه يعني عندي هاي هون هاي المحلول مثلا 20 بالمية ناسيل المضاب وهي في عندي خلية بيكون فيها التركيز هلا انا بدي انه حتى يكون هاي بوتونيك المحلول بالنسبة للخلية لازم يكون تركيز المادة المذابة في المحلول اقل من يعني لو كانت هون 50 بالمية مثلا ناسيل هلا لما تكون 50 بالمية ناسيل يعني نسبة المذاب في الخلية نفسه بتكون اكتر وبالتالي هلا ليش يعني هاي بوتونيك هاي بوتونيك يعني راح تنتقل من او راح يكون النسبة الاملاح يلي موجودة في المحلول اعلى من اقل من نسبة الاملاح يلي موجودة في وين في المحلول يلي موجود جوه الخلية تمام تالت نوع اللي هو عبارة عن هاي بوتونيك سوليوشن اكيد راح يكون عكس الهاي بوتونيك شو يعني بيكون تركيز السوليوت او تركيز المذاب يلي موجود فيه الخلية ايش اكتر من الموجود جو الخلية نفسها كيف يعني عندي خلية هاي المحلول هاي لدينا خلية لازم يكون تركيز المذاب يلي بيكون موجود فيه المحلول هاد مثلا تقريبا لو كانت 40% الاخلية الخلية لازم يكون فيها اقل يعني 20% هذا بيكون المحلول يلي موضوع في الخلية لانه فيها اعلى املاح تمام اوكي هلا فيه ايش اسمه الاتزان المائي بالنسبة للخلايا الحيوانية هلا حنيحكي عن الخلايا النباتية بس انه اول شي خلينا نبلج بالخلايا الحيوانية ايش معناها هاد معناه انه احنا جبنا خلية حيوانية حاطناها به هدولة 3 انواع من السوليوشنز بنا نشوف ايش بدو يصير فيها في كل نوع من انواع المحلية اول نوع مبلشين فيه انه حطوها في طبعا نحن نحكي عن الانيمال سل لازم ننتبه ليه لانه بالبلان سل راح يكون في عنا الرياكشن او ردة فعل الخلية لما نحطيتها مثلا في ايزوتونيك بتختلف عن انه لما نحطت خلية حيوانية خلينا نبلش اول شي حكينا اذا حطينا الانيمال سل في ايزوتونيك سوليوشن يعني حطيناها في محلول متعادل مثال حكينا عنه ايش بيصير راح اضلها الخلية ايش منها طبيعية لا راح تنتفخ ولا راح تنفجر ولا راح يصير فيها ايشي ولا راح تنكمش راح اضلها زي ما هي ما هيكون صار في عنا اسموزز بالمرة وبالتالي هاد افضل حل الانيمال سلز الخلايا النماتي الحيواني لما بدنا انحطها افضل ايشي نحطها في وين في ايزوتونيك سوليوشن مثال عندي الهاي نورمال سلاين نسبة الاناسيال حكينا تسعة وعشرة بالمية اا نفس الشيو حطينا فيها خلية الخلية نسبة الاملاح فيها كانت عبارة عن تسعة بالعشرة بالمية برضو فبالتالي المحلول بالنسبة لها ايزوتونيك فبالتالي ما راح تتأثر الخلية راح تضلها زي ما هي اشهر مثال عليها اللي هي عبارة عن ريدي بلد سل خلايا الدم الحمراء اذا حطيها بايزوتونيك او بنورمال سلاين ما راح تتأثر ولا راح يصير فيها ايشي تمام تاني حالة حطونا الانيمال سل في هيبرتونيك سوليوشنز حطوها في محلول هيبرتونيك ايش راح يصير حسا هاي عنا المحلول وفي مثلا في هاي الخلية الخلية فيها الخلية فيها نسبة املاح ايش اقل ليش لان احنا عكينا المحلول هيبرتونيك هيبرتونيك يعني تركيز املاح فيه اكثر فوفقا للخاصية الاسموزية حكينا بتنتقل من الاعلى للاقل هلوان موجود اعلى اكيد راح تكون موجودة من في المحلول الى المي موجود اكثر وبالتالي راح تنتقل المي لا في المحلول الاملاح موجودة اكثر والمي بتكون اقل بينما في الخلية المي بتكون اكثر والاملاح بتكون اقل فرح تنتقل المي من الاعلى اللي هي عبارة من داخل الخلية راح تطلع لبرا دا السلوال لوز ووتر تمام راح تخسر الخلية ايش المي فبالتالي عن طريق الخاصية الاسموزية ايش راح يصير لما نضلها المي تطلع من الخلية راح يصير في عنا شرينك او شريفل شريفل يعني راح تنكمش الخلية حيقل حجمة وبالتالي بسبب خسرتها للمي تمام طيب تالت حالة اذا حطينا الانيمال سل حطيناها في الهايش بحكي لنا راح يصير انه سلوال جين ووتر راح الخلية يعني تدخلها المي حسب الخاصية الاسموزية لانه احنا هكينا الهايبوتونيك او حطينا مثال في الرسمة انه الهايبوتونيك مثال عليها ديستلت ووتر شو يعني ديستلت ووتر ديستلت ووتر هو عبارة عن ماء مقطر يعني بتكون فيه نسبة الاملاح صفر صفر ايناسيال كان بتكون نسبة المي بتكون فيها مية بالمية ووتر من مية بالمية تقوم ما في بالمرة ان يصير اه حطينا فيها خلية حيوانية وقداش كانت نسبة الاملاح فيها تسعة بالعشرة بالمية علشان هيك احنا حكينا انه ديستلت ووتر حتكون بالنسبة لهاي الخلية ايش هايبوتونيك هلا حتنتقل المي من النسبة الاعلى للنسبة الاقل اه من النسبة الاعلى يعني من الدستلت ووتر لداخل الخلية فدستلوال جين ووتر راح تدخلها ايش المي فلما انضلها الانيمال سل تدخلها المي ايش راح يصير اول شي يعني ذا الثلوال اسول راح الخلية تمتلق بالمي راح تنفجر ذا الثلوال فورست راح اخر يشي الخلية تموت هلا موت الخلية في الحيوانية بسبب موت الخلية الحيوانية بسبب دخول الماء الها اسمه السل لايسس الخلية ايش الحيوانية لانه الخلية النباتية لما لما يصير في عندك موت للخلية النباتية ايش بكون لها اسم اخر فاحنا لازم نركز بالسؤال شو معطينا خلية حيوانية ولا خلية نباتية تمام اوكي هلا في عندنا مثال البراميسيوم حيوان البراميسيوم هلا هو عبارة حيوان وين بيعيش في مياه العذبة ايش فكرته في عنده انه هلا الوسط المحيط في في يوم مليح اكتر ففي يوم مية اكتر وبتكون فيه نسبة املح في اقل فالمية رح تنتقل من الوسط الاعلى اللي هي عبارة عن العلم المية اللي هي عبارة عن من المية المحيطة او يعني المكان الموجود في البراميسيوم لداخل البراميسيوم هل ما أقول انه فيش براميسيوم في الدنيا لا الله اعطاه ايش اي اي حكينا عنها كونت روكتال فاكيول فجوة انقباضيه ايش وضيفة هذه الفجوة الانقباضية تمنع انه هي عبارة خلط بروتينية بتنقبض وبتنبسط علشان انه المي اللي دخلته هلا هو راح تضلت تدخله مي تمام حسب خاصية اسموزية هلا لو ضلت تدخله مي راح يموت راح تنفجع وبالتالي في عنا التنقبض وبتنبسط راح ترجع تطلع المي الزايدية اللي ما بيحتاجها هذا الكائن طيب حسا نفس العملية اللي عملناها في في الانيمان سلز في عنا الووتر بلانس ان بلانسل هي عبارة عن انتزان المائي في الخلية النباتية لازم نركز انه خلية نباتية مش حيوانية ليش لانه مثلا ردد فعل الخلية النباتية لما نحطيتها بهايبوتونيك غير عن ردد فعل الحيواني لما حطتها بهايبوتونيك سوليوشن نبلش اول شي اذا حطيناها بالهايبوتونيك سوليوشن اول شي شو راح يصير the cell will gain water by osmosis الخلية النباتية راح تدخلها المي عن طريق الخصير اسموزية تمام طيب حلا دخلاتها المي احنا حكينا بالخلية الحيواني شو راح يصير راح تنفجر بس هون the cell will swell راح تنتفخ بس ما راح ما راح تنفجر ما راح تنفجر ما راح تموت ليش لو تذكرنا انه في عنا السل وال بالخلية النباتية شو كان احدى وظائفه احد وظائفه انه يعني بمنع انه او الدخول الزائد لجزيات المي بالنسبة للخلية فهذا هو نوع من التكيف انه مش كل يعني مش كل على جزيات الماء اللي راح تفوت الخلية النباتية راح تكون كافية لها ما راح تكون زايدة عن حدها وبالتالي بسبب وجود الجدار الخلوي او السل وال هذا اللي بيفرقها عن انه عن الانيما السل لانيما السل حكينا راح تموت لانه ما في عندها السل وال يمنع تاخذ الماء الزائد طيب هسا هذا الاشي او الافضل الوضعية بالنسبة للنبات انك تحطها في هاي بوتونيك سوديوشن ليش ليش لانه في عندنا لما تمتلق الخلية او النبتة تمتلق الخلية النباتية تمتلق بالمي في عندنا اشي اسمه راح تكون هيك ممتلئ بالمي متماسكة اوراقها منتشية الاعلى بتكون النبات بكامل صحتها لما تحطها انه تكون متعبي مي في عندك ماء كافي جوا النبتة بتكون اوراقها للاعلى هذا الاشي بعطيها قوة ميكانيكية بالنسبة للنبتة نفسها اذا ستكون النبتة او ثلاثة نفس المعنى اللي بكون النبتة متماسكة اوكي الحالة الثانية اذا حطينا انه خلية نباتية حطيناها بالايزوتونيك سوليوشن حطيناها بمحلول متعادل مثلا نور مرسلين ايش راح يصير ما راح يصير اشي اوالشي الاسموسيس ما فيه ما فيه ترجيتي ما فيه انه ما راح تكون النبتة ممتلئة بالماء ما راح تكون شو اسمه ما فيه قوة ما فيه ما راح تكون نبتة متماسكة ايش راح تصير راح تصير النبتة ذبلانة واوراقها مرتخية للاسفل هذا بسبب انه الماء ما حصل على الكمية الكافية من النبات ما حصل على الكمية الكافية من الماء تمام الحالة الثالثة ازا حطينا المي ازا حطينا البلانت سل في الهايبرتونيك سوليوشن ازا حطيناها في محلول هايبرتونيك ايش راح يصير في عنا الماء الخلية راح تخفقد الماء عن طريق الخاصية الاسموزية فقدت الماء وبالتالي الخلية راح تنكمش راح تموت ايش اسم موت الخلية النباتية عن طريق لما تخسر ماء اسمها البلازموليسيز البلازموليسيز يعني موت الخلية النباتية عن طريق خسران هل الماء اذا حطيناها بهايبرتونيك سوليوشن اوكي طيب بالنسبة لا الاسئلة اللي بتيجي بالامتحنان مثلا بيحكون حطلنا انبوبين هاي اي و هاي بي واحد بيكون مثلا ال ال اي حاط فيه خمسة بالعشرة بالمية ناسيال وبالنسبة للبي حاط فيه انه صفر صفر ناسيال لانه فيه بيكون فهم تقريبا نفس المستوى من الماء بيحكي لنا بعد فترة من الزمن ايش راح يصير طبعا فيه بيناتهم في بيناتهم غشاء شبه منفذ ايش راح يصير اول اول شي الجزايات الماء راح تنتقل من الاعلى للاقل اعلى الاعلى بالماء يعني الماء راح تنتقل من بي الى اين تمام؟ عن طريق ايش الخاصية خاصية الاسموزية تمام نفس الوقت جزايات الاملاح راح تنتقل من الوسط الاعلى للاقل يعني من ال اي لل بي طيب معقول انه بيصير في عمليتين مين اكتر بلاحظها الاسموز بسبب حكينا هاي الرسمي انه بسبب وجود الغشاء شبه المنفذ تمام تمام في حاله تاني ممكن بيكونون جايبين لنا هذا الكأس الزجاجي او هاي متل ما هو مبين بالرسمي مكون حطلنا في هون يعني صفر بالمية مكون حطلنا في هين انبوب هلا الانبوب في تقريبا لهون مي وهاد في لهون مي ايش الانبوب حطين في خمسة بالمية ناسيال طبعا في شغل لازم ننوه لها مش شرط انهم يكونوا حطين ناسيال ممكن يكونوا حطين غلوكوز اي شي من جزئيات الماد المذابه بتضو في المي او في اي سولفنت منحطها طيب اول شي المي راح تنتقل من المي الاعلى من دستلت ووتر لوين الانبوب ثاني شغلة الاملاح هلا هون بيناتهم بكونوا فاصلينه بس اللي اكتب برمية بالميمبرين فبتالي نفس الشي راح تنتقل الاملاح بالعكس بس اللي ملاحظه اكثر اللي عباره عن الخاصية الاسموزية طيب هلا هون بحكيلك انه احنا ما بنقدر نزرع النباتات قريب من السيه نفسه ليش يعني احنا ما بنقدر نزرع النباتات بالقرب من المياه لبحر هلا ليش لانه بنعتبر او البحر بالنسبه للنبات هايبرتونيك تمام يعني هايبرتونيك بالنسبه للنباتات والتالي النبات بالنسبه للسيه راح تكون هايبوتونيك تمام يعني انت رأس ميز هي عندك هاي البحر وهي بيكون في عندك البحر هلا البحر بالنسبة للنبات منيعتبره ايش هايبرتونيك بينما النبات بالنسبة للبحر بيكون هايبوتونيك وبالتالي المي راح تضلها تطلع من النبتة النبتة راح تموت وبالتالي ايش راح يصير راييني ما راح يضل في عندنا نبتات وبالتالي عشان هيك احنا ما بنزرحها بقر من البحر طيب تالت نوع من البازف ترانسبورت اللي هو عبارة عن فاسيليتي الدفيوجن الفاسيليتي الدفيوجن اللي هو عبارة عن الانتشار المسهل نقرأ عن الفاسيليتي الدفيوجن ان ايش بيحكي لنا اول شي الفرق بينه وبين اللي قبل انه الفاسيليتي الدفيوجن بيستخدم بروتين ناقل حتى يساعد في عملية الترانسبورت يعني دفيوجن داون كونسنتريشن جريديانت ما خرج عن القاعدة الرئيسية تبعت البازف ترانسبورت ايه اكروس ترانسبورت بروتين او تشينلز عن طريق بروتين ناقل او ايه عن طريق القنوات طيب هلا الفاسيليتي الدفيوجن هيك بيكون خلص ايه هلا هيك خلصنا الاكيب البازف ترانسبورت يعطيكم الفعال في ان شاء الله الفيديو تجاي رح يكون عن الاكيب ترانسبورت عن النقل النشط وراح يكون منها من الاكيب ترانسبورت لاخره تشابتر يعطيكم الفعال فيها اشتركوا في القناة